السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزائي المعلمين والمعلمات النهاردة هوضح لكم شيء مهم جدا وهو انواع الايميلات في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمال وده توضيح مهم جدا يجب التركيز فيه بشكل كافي وايضا في هذا الفيديو سوف نفعل ايميل الوزارة الخاص بالتدريب اما الايميلات الاخرى تم تفعيلها في فيديوهات سابقة ممكن ترجع لها في القناة في البداية لازم تعرف شيء مهم جدا ان وزارة التربية والتعليم متعاقدة مع شركتين مهمين جدا هما شركة مايكروسوفت وشركة جوجل وكل واحدة فيهم لها تطبيقاتها الخاصة اللي ماينفعش تستخدم ايميل واحدة مع التانية وخلي بالكم الكلام ده مهم جدا هنبدأ الاول مع شركة مايكروسوفت شركة مايكروسوفت لها تطبيقاتها الخاصة زي تطبيقات الوفيس مثلا اللي احنا بنشتغل عليها باستمرار وكمان الوان نوت وايضا الوان درايف والتيمز واشياء كتيرة جدا دي كلها تطبيقات خاصة بمايكروسوفت الورد الاكسل الباوربوينت الاوتلوك الوان درايف كل دي تطبيقات خاصة بشركة مايكروسوفت طيب الايميل بيكون على الشكل ازاي بيكون على الشكل اللي قدامكم دلوقتي الجزء الاول اللي باللون الاحمر ده هو اسمك اللي موجود في البوابة يعني لما تفتح صفحتك في البوابة وهتروح عند بياناتك هتلاقي في الايميل بتاعك الجزء ده مكتوب هتلاقي الايميل اللي موجود قدامك ده مكتوب بنفس الشكل اولا اسمك بعدين خلي بالك بقرر مرة تانية ده ايميل خاص بشركة مايكروسوفت وايميل الخاص بشركة مايكروسوفت بيكون اما شركة جوجل ركزوا معايا في شركة جوجل لان جوجل عاملة ايميلين وطبعا هنستخدمهم في تطبيقات جوجل المعروفة زي اللي احنا نشتغل عليه اللي هي المنصة المشهورة وكمان الجيميل والدرايف والكلندر والدوكمنت والشيت والسلايد والسايت كل دي برامج من تطبيقات جوجل خلي بالكم ان دي كلها تبع شركة جوجل عندنا الايميلين اللي موجودين من شركة جوجل اولا ايميل بنتعامل بيه مع الطلاب في الصفوف وده بيكون نفس الايميل السابق بالزبط الاختلاف الوحيد ان احنا بنضيف اللي هي باللون الازرق اللي انتوا شايفينها دي يعني الجزء الاول اللي هو اسمك زي ما هو ات بنضيف اي دي يو والجزء الاخير زي ما هو اللي هو م او اي دوت او ام ولما تشوف كلمة اي دي يو تعرف ان ده حساب خاص بشركة جوجل وده لتعاملك مع الطلاب في الصف ان شاء الله التدريبات الخاصة بالمعلمين كلها بتكون على حساب اخر بيكون نفس الحساب بالزبط بس الاختلاف الوحيد ان احنا هنضيف كلمة جي او في بعد ام او اي يبقى انت لاحظ ان الايميلين زي بعض تماما الفرق الوحيد الاضافات وهتلاحظ ان اول واحد فيهم اللي هو خاص بشركة مايكروسوفت كان ام او اي دوت او ام بس اما التعامل مع الطلاب ضفنا له اي دي يو اما التدريب كمان ضفنا على اي دي يو ضفنا ال جي او في بعد كلمة ام او اي خلي بالك من ترتيب الاضافات وكمان الحروف تكتبها بشكل صحيح اي دي يو دوت ام او اي دوت جي او في دوت او ام والجزء الاول اللي هو الاسم بتاعك اللي هو اللون الاحمر ده ما بيتغيرش ابدا يعني ثابت في الثلاث ايميلات الثلاث ايميلات الوزرية الخاصة بشركة مايكروسوفت والاثنين الخاصين بجوجل الجزء الاول ثابت دايما طيب انا دلوقتي اعمل ايه لما كون انا هتعامل في التدريب يبقى هستخدم الاميل الاخير لما كون هتعامل مع طلابي يبقى هستخدم الاميل التاني اللي هو فيه اي دي يو اما لما كون هتعامل مع تطبيقات مايكروسوفت و اوفيس 365 وهذه الاشياء الخاصة في مايكروسوفت يبقى هتعامل بالاميل الاول يريد نركز في الثلاث ايميلات النهاردة هنفعلكم الاميل الخاص بالتدريب نظرا طبعا لان فيه تدريبات قادمة ولو عايز تعرف طريق التفعيل الاميل الخاص بالتدريب تابع معايا الجزء التاني من الفيديو بعد الفاصل ولتفعيل الاميل الخاص بالتدريب اولا هنضغط على الشكل اللي فوق ده عشان نعمل حساب جديد للوزارة مايكونش مختلط مع الحسابات اللي موجودة عندنا هنعمل اضافة من تحت خالص بعدين هنكتب الاسم مثلا حساب التدريب ونختار اي شكل من دول ونقول انشاء اختصار على سطح المكتب عشان يكون موجود على سطح المكتب ونقول اضافة كده فتح الحساب الجديد هنقول البد بعدين التالي التالي بعدين متابعة هيقول لي ادخل البريد الالكتروني الخاص بيك هندخل البريد اللي احنا عايزين نفعله وخلي بالكم هنكتب بعد كلمة edu اللي هي اختصار لكلمة education dot m o e ministry of education اللي هي وزارة التربية والتعليم dot g o v اختصار لكلمة government حكومة dot o m ده حساب التدريب خلي بالك ان حساب التدريب بيكون فيه كلمة g o v اللي هي اختصار لكلمة government ونقول التالي البسورد الافتراضي هي ام او اي ات من واحد لستة او من واحد لخمسة على حسب ونقول التالي هيقول لي مرحبا بك ده معنى ان الباسورد اللي انا دخلتها الافترضية صحيحة هقول موافق بعدين هيقول لي انشئ كلمة مرور جديدة يلا بنا ننشئ كلمة مرور خلي بالك لازم تكون كلمة المرور قوية تستخدم فيها علامات وحروف وارقام عشان تكون قوية ويقبلها الموقع وايضا الباسورد دي احفظها كويس جدا او عضيها منك تمام اكتبها في ورق عشان ما تروحش منك او اكتبها في نوت على التليفون نضغط التالي كده فتح معايا ايميل الوزارة هقول له طبعا ربط البيانات وهقول له هل تريد المزامنة هقول له نعم وكده اصبح زي منتو شايفين هنا الحساب الوزاري تم اضافته والاسم مكتوب هنا وكل شيء تمام التمام لو عايز تفتح بتضغط على التسعة نقاط وبتروح للكلاسروم لو ملقيتش الكلاسروم في القيمة اللي موجودة امامك دي هتبحث عنه هنا وهتكتب كلاسروم وتاخد اول اختيار هيقول لك عايز تربط الكلاسروم بالحساب ده اللي هو حساب الوزارة وتأكد انه الحساب الوزاري خاص بالتدريب هقول له متابع وتقول له انا دوري مدرس وهيظهر الصف بتاعك الخاص بالتدريب هنا مضاف تفتحه وتروح على الاشخاص وتشوف مين المدربين دول المدربين وبتشوف كمان مين زملاء الصف اللي موجودين تحت دول هما زملاء الصف بعد كده خلاص انت امورك تمام تنتظر المدرب يتواصل معك وتبتعوا التدريب بكل بساطة وموفقين ان شاء الله في التدريب لو عايز تضيف اختصار للكلاسروم ويظل موجود معك دايما هتضغط على النجمة وهتكتب هنا كلاسروم وهيقول لك المجلد فين قل له شريط الاشارات ما فيش مشكلة ونقول له تم هتلاقي الكلاسروم ظهر فوق معك هنا فانت مش محتاج تبحس عنه على طول تضغط على الكلاسروم من هنا يظهر لك على طول صفحتك الخاصة بالتدريب ارجو ان يكون الفيديو نالي اعجابكم وانتظرونا بفيديوهات جاية جديد وموفقين ان شاء الله في التدريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته